موسيقى مشاهدينا نحييكم من جديد ما شاهدتمو منذ قليل كان ملخصا لحلقة سابقة تناولنا فيها فساد صوامع القمح من خلال مواجهة بين بعض المحامين الذين يدافعون عن المتهمين في فساد القمح وبين بعض المتخصصين الذين وجهوا انتقادات وكشفوا حقائق متعلقة بهذا الملف الملغم والخطير في الجزء ده حنناقش بهدوء شديد وبموضوعية شديدة جدا السؤال اللي الناس ربما بتسأله لأنفسها هي القضية انتهت باستقالة بين قصين هي استقالة بطعم الإقالة استقالة وزير التموين الدكتور خالد حنفي بمعنى ان الوزير التموين او ان الحكومة كمان كانت تعلم بان فيه موقعة قادمة وهي موقعة يومي الاثنين القادم اللي حيناقش فيها تأرير لجنة تقصي الحقائق عن مجلس النواب في قضية فساد القمح واللي كان البعض بيتوقع مواجهة بين وزير التموين من ناحية واعضاء مجلس النواب من ناحية اخرى هل باستقالة وزير التموين الموضوع انتهى؟ ده سؤال سؤال تاني طيب ايه الحقائق المهمة جدا في ملف فساد منظومة القمح اللي حيناقشه مجلس النواب بعد غد ان شاء الله ايه اهم المستندات والوفائق والتسجيلات والصور ايه اهم الاسماء والاهم من كل ده هل هذا التأرير يمكن ان يكون مدخلا لنهاية وازدال السطار بشكل نهائي عن فساد منظومة القمح وهو فساد متشعب منذ عدة سنوات انتهينا بتقضي على فساد في بوابة من اخطر بوابات الفساد ايضا زي ما نقشنا الاستلاء على اراضي الدولة ووصفناها بانها من اخطر بوابات الفساد في مصر كل هذه الاسئلة حنقشها بهدوء مع العضو مجلس النواب الاستاذ مجدي ملك وهو رئيس لجنة تقصي الحقائق في ملف فساد منظومة القمح استاذ مجدي اهلا بيك اهلا بيك تحياتي لحضرتك وتحياتي للشعب المصري العظيمة الجميع بيوجهوا التحية لكم وانا كنت لسه بقول لحضرتك انه تقرير لجنة تقصي الحقائق في فساد منظومة القمح بالتأكيد هيعتبر اهم وثيقة لمواجهة الفساد خلال السنوات القادمة يعني البعض هيتعامل معاك وثيقة ممكن تكون مفيدة في الامام وعايز اذكر المشاهدين بانه كان فيه تقرير لجنة تقصي الحقائق في مجلس الشعب برغم هيمنة الحزب الوطني عليه قبل الفورة فيما يتعلق بقضية العبارة وكان هذا التأرير الحقيقة يعني اثار اهتماما كبيرا لانه كشف الفساد في هذه القضية استاذ مجدي يعني هسأل لحضرتك اول سؤال حيجي في ازهان الناس تعتقد استقالة وزير التموين في هذا التوقيت كان لها علاقة بمناقشة التأرير يوم الاثنين وده بقى حيتلو السؤال التاني هو باستقالة الوزير الموضوع انتهى يعني خلاص الناس ممكن تقول ما خلاص الوزير استقال يا جماعة ايه بقى ما هتناقشوا ايه ولا هتعملوا ايه انا يجب انه واجلس نواب حتى ما يناقش ده يوم الاثنين اولا الاستقالة ايه هدفها من وجهة نظر يعني عايزين نصدر مشهد للمشاهد والشعب المصري وندي له امل ان الهدف الاساسي من لجنة تقص الحقائق ومن مجلس النواب بصفة عامة هو البناء واعادة بناء مؤسسات الدولة الوزير هو سن في الترس ليس كل الترس وليس كل المنظومة له ما له وعليه ما عليه ودعونا نتحدث باخلاق الفرسان الوزير صفحة وانطوط يذهب وزير ويجيء وزير ولكن يبقى الفساد قابع منذ عشرات السنوات نحن نريد اصلاح هذه المؤسسات نتعامل بموضوعية وبمنطق شديد وهذا الاصلاح لن يأتي إلا إذا تعاوننا جميعا معنا كمجلس نواب كجهاز تنفيذي حكومة كإعلام مصري منوط بهذا لأن الإعلام المصري في المرحلة الأخيرة له إيجابياته وله سببياته نحن نريد هناك يعني زي ما حتى بتكلم النهاردة لسه الحاجات اللي انت بتكلم عنها كلها بتديك انطباع أن هناك سوء إدارة سوء توظيف لإمكانيات الدولة يعني عارف حضرتك لما تبقى انت بتمتلك كنز كبير ومش عارف تستخرجه من الأرض زي الفلاح اللي عنده أرض ومش عارف يزرع مصر دي بلد غنية جدا بلد بتملك كل مقومات النجاح لكن سوء الإدارة ليس وليد هذا العام وليس وليد خمس عوام أو ست عوام احنا بأننا خمسين سنة بنتراجع مش بنتقدم شوف من بعد ثورة اتين وخمسين وتسلمت مصر كانت بتدين انجلترا بقدي ايه ووصل الأمر بنا إلى هذا الحال الذي نحن فيه نتيجة سوء إدارة نتيجة عتم اتخاذ قرارات وده يخدق جعنا بالمشهد لورا من أيام أحداث 18 و19 أيام السادات لما فكر يعمل شوية إصلاحات وانطفض الشارع والحد النهاردة تعاقبت الحكومات ومازالة كل قيادة بتيجي يعني تعتلي السلطة في البلد تبقى عندها تخوفات وعندها محزين وخيف يحرك الدعم عندها محزين وده اللي وصلنا للحال الاقتصاد الحالي وده الدور بقى اللي المفترض احنا كمجلس نواب وكاعلام اذا كنا جدين عايزين الدولة تطلع لقدام والدولة تعني الشعب الدولة تعني الفقراء الدولة تعني محدود الدخل الدولة تعني الموظفين البسطاء عايزين نعدي المرحلة دي نعن بيها ازاي لدينا إجراءات إصلاحية يجب أن نتخذها على رأس هذه الإجراءات محاربة الفساد القابع بقطاعات عديدة من مؤسسات الدولة يعني حضرتك النهاردة لما نتكلم عن ملف الأدوية والاحتكار اللي فيه لبعض الشركات وكاراتين المحليل اللي هي تمنها 70 جنيه وتوصل لمتين وتلاتين ومتين واربعين ومعروفين اللي هم مسيطرين على هذا الأمر المحليل آه يا فندم عندنا إشكالية كبيرة عندنا 7-8 شركات للسكر بتحتكر السكر وصلتوا النهاردة 8 جنيه وهتوصلوا 10 جنيه وأنا بوجه لهم رسالة بنحملكوا المسئولية لإني أنت عندوكم مغزون ياكفي طلعوا المغزون قبل ما العجلت دور وتكلكوك زي مكال مش هنسبهم ما هو إحنا ديهم هم مصريين عايزة يوصل لهم رسالة إن إحنا حرسين عليهم على فكرة إحنا حرسين على القطاع الخاص حرسين على السسمرات حرسين على المصانع بس اتقوا ربنا في الشعب بلاش الاحتكار بلاش تعطيش السوق وفي النهاية بنحملوا للحكومة واللي بيعملوا كده هم حفنة من الأفراد آه الحكومة عليها ضر رقابي الحكومة فرن الرقابة لو رجعنا للرقابة هنتكلم عن قصور في الأداء نتيجة عدم تدريب عدم تأهيل عن عجز في الإمكانيات ودي الحاجات اللي اكتشفناها كلجنة التقصي الحقائق يمكن عايزة أقول لحضرتك إن إحنا من أول خطوة مزيدا من الشفافية لما بدأنا لجنة التقصي الحقائق آه بس سنة قبل ده انت اللي أنت حالك من تنظرني كمان الفساد يعني شوف لما تتكلم في قطاعات زي الأمح لوقوت الشعب وبعدين دخلنا على الأدوية اللي هي يعني هي ليست سلعة الدواء هو أنا بدي رسالة عشان وزير الساحة يتحرك يعني ندخل على السكر الشركات تتحرك الناس اللي هما محتكرين السكر وعندهم مغزون وإحنا عارفين المغزون فينه موجود فيه الملف ده معايا اللي هو محتكر السكر وهم بيعطشوا السوق عشان يرفعوا سعره النهاردة وصل لتمانية جنيه وهيدخل على عشرة جنيه إذا كانت أنا بتكلم عن السكر سكر سلعة استراتيجية سكر التومين متوفر وعندنا مغزون كافي لكن أنا بتكلم على السكر الحر اللي موجود في السوق مش موجود بدأ يتعطش بقاله أسبوعين ثلاثة ودخلنا في مراحل كبيرة والمحليل كمان بتقول فيه ستة سابعة بيحتكروا أنا النهاردة كان عندي مشكلة في مستشفى السمروط العام اتصلوا بي مرضى الكلة دخلوا مفيش محليل كلمت وكيلة الوزارة بعد اتجابت من مستشفى مطاي ومستشفى تاني خمس كارتين وخمس كارتين عشان تماشي لحد محليل محليل ده لازم تكون موجودة مرتبطة بحياة المريض ومرتبطة بشكل قوي يعني أحد الأدوات يعني الحاجات اللي هي ضرورية وده كمان ملفة هتفتحه بتقول فيه احتكار من قبل يعني يمكن المشهد الإعلامي اللي تصدره فساد الأمح فيه أكتر من 10-12 ملف بالفعل تم فتحهم في اللجان في مجلس النواب ملف الأراضي اللي سياتك بتكلم عليه وضع اليد ملف الإسكان ملف التوردات اللي فتير من القطعات ملف الأبنية التعليمية كل الملفات دي اتفتحت في اللجان بس ما تصدرتش المشهد بالإعلام يعني عايز أقولك إن مجلس النواب الحالي الله شاهد كل النواب شغالين اللجان شغالة بشكل مش عايز أقول لحضرتك لا يخلو المجلس من عمل 15-20 لجنة كل يوم شغالين في ملفات كتيرة بترتبط بسوق إدارة بفساد بسوق توظيف عندنا إشكاليات كتيرة المفترض إن إحنا بنتعامل معها خلينا نتعامل بقى مع هو إيجابي في المجلس يعني أنا لسه بقول تقرير لجنة تقصي الحقائق المتعلق بالقمح هتبقى أهم وثيقة لمواجهة الفساد وربما إنه ينهي فساد منظومة القمح هو فساد كنا بنعيشه طيلة السنوات الماضية مش مش الآن فقط لا هذا أمر متعلق بعشرات السنوات بس هو ظهر بصورة فجة العام اللي فات السنة اللي فاتت عقب يعني عجز في المخزون الاستراتيجي في شهر أربعة فحصل حاجة اسمها السحبة عن نقرة وكان فيها دخول الأمح توريده وطحنه في توقيت واحد أدى إلى تسريب كمية كبيرة من الأقمح المستوردة والطن كان في ذلك الوقت بيفرق ألف جنيه تقريبا في سعر من ذلك الوقت الأمر السنة اللي فاتت يعني مش عايز أقول لحضرتك لما تبص كده تقول أني السنة اللي فاتت اللي هي 2015 دي كان أكبر كمية توريد قمح مصري استلمتها وزارة التومين كانت السنة اللي فاتت ودي لأنه اتسرب كميات كبيرة من الأقمح المستوردة يعني تربح من خلالها مستوردي القمح وأصحاب مراكز التخزين بشكل كان مسير يمثل ظاهرة ودي يعني طلعت المشهد وطلعت المشكلة للمشهد للمواطنين عايز بقى وضحه بقى للمواطن نقطة نقطة أولا لو فتحنا هذا الملف إيه يعني أخطر النقاط اللي فيه اللي ممكن نقول للناس هو ده فساد منظومة القمح لما بدأنا نشتغل عن ملف ده من شهر واحد السنة دي وكان حصل في بداية السنة إن كان هناك اقتراح من الحكومة إنها تدعم الفلاح بألف وثلتمائة جنيه للفدان واعترض بعض السادة النواب واعترض السادة النواب كان له أسباب موضوعية ومنطقية يعني أنت كنت بتدعم الفلاح على متوسط الانتاج بألفين وخمسمائة لتلات تلاف جنيه لما تيجي تقول له السنة دي هتاخد ألف وثلتمائة وبالسنة الجيه مش هزرع العمل فده كان أحد الأسباب الرئيسية لإعتراض السادة النواب على هذا القرار واستجاب السيد رئيس الوزراء لسادة النواب وأيضا فيه إشكالية خاصة بعدم ضبط الحيازات الزراعية والحصر الزراعي بكل أسف إحنا لما اشتغلنا في هذا الملف كنا بنتخيل إن الأمر بيتعلق بمجرد استبدال الأقماح المصرية بأقماح مستوردة وياخدوا فرق السعر يحطوا في جيوبهم آه يعني كنتم معتقد إن هي ده حدود يعني هو ده المسار اللي إحنا كنا مشين فيه خلط المستورد اللي هو أقل سعرا بالمحلي ويكسبه من فرق السعر أول ما دخلنا في تشكيل اللجنة وبدأنا يعني أخترنا الوزارة إنها تشكل لجان وتروح تفتش على مراكز التخزين الخاصة آه لمزيد من الشفافية لإن إحنا مش متربصين في شفافية اطلع شك اللجان فتش على مراكز التخزين الخاصة وإحنا كلاجنا هنراجع عمل اللجان بتاحتك في شفافية بعد كده فيش حاجة تاني بدأنا نراجع عمل هذه اللجان كان أول موقع روحنا زرناه كان في طريق مصر اسكندرية الصحراوي هذا الموقع كان سبق التفتيش عليه والتقرير مكتوب إنه سليم مية في المية ومفوش أي حاجة غلط كل حاجة سليمة دخلنا هذا الموقع حنا بنتكلم عن توريد وهمي أو خلط أقماح مستوردة للاستفادة في فرق السعر دخلنا أول حاجة هذا المكان اتضح إنه مكان وهمي ليس له سجيل تجاري ولا بطاقة ضربية ولا رخصة دي أول حاجة ومتعاقد مع وزارة التومين كمركز للتخزين يعني ألف بكده أي تعاقد لازم يبقى لي كيان قانوني دخلنا بقى نشوف الأوراق اللي موجودة داخل هذا داخل مركز التخزين وإذا يبقى نجد أن هناك حصر زراعي من مدينة الصالحية وإحنا في 6 أكتوبر في محافظة الجيزة بنبص في الحصر نا صور مش أصل عملنا اتصال بمدرية الزراعة التابعة لها الصالحية الحصر بتاعك فين التوريدات بتاعتك راحت لأي جهة وتحديدا أنت وديت حاجة إجيزة وديت حاجة 6 أكتوبر كانت الإجابة بالله في طب تعالى هات أوراقك وتعلمنا تعالى لنا في المرضى اكتشفنا أن الحصر اللي موجود معنا ده حصر وهمي فلوسه مصروفة في محافظة تانية للفلاحين يعني فيه زدواجية هنا لإيه؟ للصرف بالسعر المدعم اللي بتقدمه الحكومة المصرية يعني ما اكتفاش ما اكتفاش أنه هو صرف بيه الفلوس بتاعته في المحافظة بتاعته للفلاحين التانيين وجه جاب نفس الكشف دخلوا نفس المركز ده وقدموا له الصوامع خد بفلوس تاني ده ده فساد مصدوج مضاعف ده انت استنى نمسك كرتات الوزن العربيات دخلة وطلعة في نفس التوقيت مضروبة نمسك السجل اللي انه مقطوع ومتسجل بقى ألم واحد في نفس التوقيت مسيقنا بقى العقد اللي هو الصوامع بتاع وزارة التومين متعقدة مع المكان ده العقد ده بيقول ان المكان ده فيه ستة واربعين ألف طن السعة بتاعته التخزينية المكان حجمه ستة واربعين ألف وان المكان وفقا للأوراق المسجلة بتقول ان فيه تسعة وثلاثين ألف طن ونص أمح محلي بالسعر المدعم خدنا الشاركة معانا دخلنا جوه إسنا المكان طول فعرض في ارتفاع وإذا بالمكان لا يسع إلا خمسة وثلاثين ألف طن لو هو مكتمل للآخر ما فيهوش فراغات نقيس الأمح اللي فيه وإذا بنا نجد أن الأقماح الموجودة تسعتاشر ألف طن ونص يعني فيه عاجز عشرين ألف طن بستة وخمسين مليون جنيه وقابلينا في لجنة طالعة بتقول إن المكان دي صومها واحدة ده 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 بنكر بنكر أحد المكان ما إحنا كنا حرسين ندور صوامع وبناكر وشوان نماذج الهدف من اللجنة مش متربسين بمستثمر إحنا بنروح بعد اللجان بنشوف عينات من المراكز اللي تم زيارتها عشان نشوف الحقيقة فين نشوف هل فيه فعل العجز هل فيه توريد وهمي هل فيه أوراق وهمية هل فيه خالط الأقماح نجيب نشوف مين اللي هو بإسمه المكان جالنا واحد غفير جابه الغفير دخلوه معنا مباحس التومين معنا مندوب وزارة التومين معنا مندوب وزارة الزراعة تم تحرير محضر من قبل مسؤولي مباحس التومين وتاني يوم أو تالت يوم دفع الخمسة وخمسين مليون وشوي أو الستة وخمسين مليون يعني أنت النهاردة لو أنت مش حرامي هتدفع الفلوس دي يجي بقى وبعدين يدفع يعني يعني شوف يعني أنا كنت مستني لجنة تقص الحقائق تدخل علشان أكشف الفساد ده وبعدين استعيد تاني الستة وخمسين مليون هو بكل أسف السيد وزير وهو مع حضرتك هنا قال لا ما هو ده الحسن النية يعني الدفع ده الحسن النية هو بيدفع الفلوس دي وبعد كده فيه تسوية صفرية يا عمي ده العجز فوق الخمسين في المية والأمح المصري انتهى الموسم بتاعه وقال كنا أنا اكتشف وانكتشف مش هيجي غير السنة الجاية طب ما كنت فيه ما السنة اللي فاتت محدش ابتشف حاجة يا جماعة المحاضر اللي اتحررت السنة اللي فاتت مية وستة محضر المحاضر اللي اتحررت في شهرين السنة دي من بداية محاضر الأليوبية اللي عملوها بتوع مباحث الأليوبية ولجنة تقصي الحقائق لما اشتغلت تعدت الميتين وعشرين محضر في شهرين انت في سنة كاملة ما حررتش مية وستة محضر لا شفنا فلوس رجعت ولا شفنا قضايا رجعت وكله تسوى وما فيش حاجة ده مبالغ يعني مبالغ ضخمة جدا حدثك لما تكلم عن نص الكمية لا الامر يتعلق بمليارات وليس ملايين ملايين هنا مع ملايين الامر يتعلق بمليارات يعني تأديرك يعني انت بتتكلم عن ده فيه موقع تاني كان فيه 172 مليون فيه موقع تالت كان فيه ب150 مليون فيه موقع تاني كان فيه ب28 مليون فيه موقع تاني كان فيه ب7 مليون لا الامر يعني يتعلق مفيش مكان روحنا ما كانش فيه مخالفة فكلمة تسوية صفرية بقى بالمناسبة التسوية الصفرية دي يعني ايه تسوية صفرية يعني هو في النهاية هياخد الامح ده يروح يطحنه في مطحن وبعدين يسلمه للمخابز وينتج رغيف خبز انا هستلمه دي مطحون زي ما المسؤولين بيتكلمه هذا الكلام بيتم بشكل ورقي التسوية وهمية طحن وهمي وانتج رغيف خبز وهم لان في النهاية عدد المواطنين المسجلين في منظومة الخبز اللي هم 83 مليون امر غير مقبول وغير منطقي وغير معقول وهوضح لك ببساطة جديدة له كمية الامح اللي بيستهلكها شعب المصري وفقا لاحصائيات الوزارة بقالنا اربح سنين المتوسط واحد يعني ما بيفرقش مئتين ألف طن لتلتمائة ألف طن بين سنة وسنة متوسط واحد مع العلم ان انا في الاربع سنين دي عندي زيادة من تمانية لعشرة مليون مواطن خد بل حضرتك من اللي انا بقوله ده ونبص للدعم متوسط الاستهلاك واحد متوسط سعر الامح من بعد سنة 2008 كان اعلى سعر في الاربع سنين اللي فاتت برضو واحد المتوسط فروقه بسيطة مش عالية واحنا كان عندنا استقرار في سعر الصرف بالنسبة للدولار تلاقي الدعم من 21 مليار في 2012 يطلع للسنة اللي بعديها 24 السنة اللي بعديها 28 السنة دي 30 مليار ابدأ ريف الخبز الله ده نفس الكمية اللي انا بطحانها ونفس الكمية اللي انا بشتريها الفرق ما يوصلنيش للكلام ده والمفترض ان منظومة الخبز الجميلة جدا اللي فيها ايجابيات كتيرة وهقولك ليه ايجابيات اه بس واضح انه الفساد التهم هزيه الايجابيات انا هقول ليه ايجابيات برضو عشان يوقف فيه توضيح قبل المنظومة كان الشوال بتاع دي بديه لصاحب المغبس ب 16 جنيه ب 18 جنيه بسعر مدعم وهو بينتجه رغيف وبيبيعه للمواطن كان يهم صاحب المغبس انه ما يعملش ما ينتجش لخبز يبيع الجي سودة عشان الشوال ب 240 ب 160 ب 280 ب 300 جنيه ياخد عشرة شوالة يغبس خمسة ويغبس ثلاثة وعشان كده كان فيه مشكلة فرغيف الخبز قفلت انا بوابت النهاردة انت بتبيعه طبعا اتقفلت بكل تأكيد لكن اتفتحت ازاي بقى ان قاعدة البيانات المسجلة عليها عدد المستفدين وصل ل 83 مليون عدد المستفدين من منظومة الدعم منظومة الخبز 83 مليون 83 مليون وإحنا 91 مليون و400 منهم 5 مليون موليد عمر سنتين ما بيكلوش الخبز عندنا 8 ما يقرب من 8 مليون خارج البلاد عندنا ما يقرب من 25 مليون قادرين ما بيكلوش طب ما هو العدد نفسه بيكشف فسادا بكل تأكيد يعني اللي بيستقل اللي فعلا اللي داخل في منظومة الخبز لا يمكن يكون 83 مليون وفي فئة قادرين يرجعك لإيه؟ أن أصحاب مراكز التخزين معظمهم لديهم مطاحن خاصة تتم التسوية بتاع العجز اللي موجود في المخزون في المطاحن وأيضا بشكل ورقي مع أصحاب المخابس وأيضا بشكل أكثر حرفية مع شركات الكروت في الضرب بتاع الكروت والضرب الوهمي والكروت الزهبية وخلافه ويتم تسوية هذا كله لسه النهاردة ناس مكلميني من بالبيس ومن كذا مكان بيقولوا أن احنا فجئنا بتعليط أرصيدة الماكينات بتاعتنا ب70 ألف و80 ألف ودي مشكلة وأتمنى مسؤولي وزارة التومين يتحركوا عليها ويقوموا بمعالجتها بكل أسف اكتشفنا أن المنظومة كلها مليئة بالصغرات الضوابط اللي المفترض بتطبق سواء في المطاحن أو في مراكز التخزين أو في المنظومة غير مفعلة حتى اللجان اللي كانت بتسلم الأقماح لجان شكلية ورقية يعني أنا لما جيب النهاردة حد من اللجان دي ويجي اعترف بالصوت الصورة ويقول لي احنا الطن اللي بيدخل كنا بناخد عليه 10 جنيه واللي ما يدخلش ناخد عليه 20 جنيه ده بقى يعني تسمي ايه وبتتكلم في منظومة بتكلف الدولة بتكلف الدولة 30 مليار خبز وأزيد من 5 مليار أو 6 مليار للمزارعين بس أنا عملت منظومة الخبز يعني أصلا فلسفتها إن أنا وصل الدعم لمستحقي فقط فأوفر جانبا كبيرا من الأموال للدولة يعني إن أنا في النهاية أقول للدولة تعالوا أنا وفرت لك كذا السنة دي فالمسألة لا المسألة أصبحت الأعباء أكتر وإضافية صدرنا للمشهد أنا بقولك المنظومة فيها جانب إيجابي كبير بس الجانب السلبي خاص بالكرود وخاص بقاعدة البيانات والإصلاح زي ما قلت لحضرتك بيتطلب تعاون مع كافة مؤسسات الدولة يعني إحنا بعد ما استجلينا الحقائق جلسنا مع السيد وزير التخطيط ووزير التومين ووزير الصناعة والتجارة والمسؤولين بوزارة الزراعة عشان نعمل آلية محكمة إزاي نحل الكلام ده عشان السنة الجاية ما يتعملش لأن أنا بدون معاونة الحكومة المصرية أنا مش أعرف أعمل الكلام ده كمجلس نواب يعني إحنا جهر القبية وهم سلطة تنفيذية فبنتعاون مع بعض وبدأنا نوضع آليات السيد وزير التخطيط أكد أن هناك قاعدة بيانات بيتم حاليا إعدادها ستنتهي نهاية هذا العام وهذه القاعدة ستحل إشكاليات كثيرة وخاصة الدعم لأن زي بقول لحضرتك النهاردة وده اللي أنا بنشد حضرتك ومن منبرك الإعلامي وبنشد السادة الإعلاميين يساعدوا الدولة المصرية عشان تقف على رجليها عايزين نوصل الدعم لمستحقين عايزين نوصل الدعم لمستحقين مستحقي وفق ضوابط المشكلة أن احنا الناس مركز على جيوب المواطنين في وقت ديق جدا فكل يوم ضريبة جديدة رسم جديد بس ده موضوع يعني والله الضريبة دي لو اتشرحت بشكل يعني هي أصل الحكومة مش عارفة تسوأ لنفسها للأسف عندها جئاز يعني مش عايزة تكلم مش عارفين يسوأوا الضريبة دي لو احنا تكلمنا عنها بشكل هذه الضريبة كان مفروض تتطبق من 25 سنة الوراء بس نتيجة عدم وجود إرادة سياسية لدى الحكومات مضطرين إنها تتطبق في التوقيت الحالي مع العلم هذه الضريبة هتاخد من جيوب الأغنياء وهتدي الفقراء على فكرة عشان بس إيه أنا مش عايزة أدخل محاضرتك إحنا خلينا في الموضوع بتاعي خلينا في الموضوع إننا رأيي معك مختلف في ده تماما لا 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 أنا قضيتي خلينا في الفساد اللي هو حيغلق أبوابا بتضيع فيها أموال الدولة اللي يمكن إنها تعالج مشاكل كتير يبقى إحنا في الأمح بقى أنا اتفقت معك دلوقتي إن إحنا عايزين الدعم يصل إلى إيه إلى مستحقين طبعا من مستحقين الفقراء الفلاحين البسطاء الموظفين متوسط الدخل متفقين في هذا طبعا يبقى هذا المفروض كلنا ندفع إلى هذا الاتجاه لأنني أنا لما منظومة زي دي النهاردة بقول لحضرتك فيها أزيد من 35 مليار دعم شوف حجم هذه الأموال ما أنا موفرتش يا أستاذ ماجد يعني هنا موفرت المفروض كان يطلع وزير التموين يقول والله أنا طبعت المنظومة قال ما هو أنا موفرت 12 مليار ولما ولما تكلمت معاه في اللجنة قال لي لا الكلام ده مش سليم قلت له لا المتحدث الإعلامي بتاعك اتكلم معاه مبارح في مداخلة وحضرتك بتقولي الكلام ده في كل وسائل الإعلام لأنه بيقول إيه وهقولك المفروض كتتيجي إزاي عشان أعرفك إن فيه لغة رتمي كده لازم نحله مع بعض النهاردة وزارة التموين عملت نقاط ب500 مليون في الشهر بما يساوي 6 مليار جنيه في السنة بتديهم نقاط للمواطن البسيط الفقير ده اللي ما بياخدش رغيف الخبز مش ما بياخدوش يعني بدلا ما هو بيأكل خمسة بيأكل تلاتة في ناس بتأكل اتنين في ناس بتأكل رغيف واحد بيديله عشرة ساغ من التلاتين قرش اللي هي المفترض إن هي دعم اللي بتقدمه الدولة دعم للناس الفقراء لما نديله عشرة ساغ من التلاتين يتوفر عندي قد إيه 20 قرش للدولة طب العشرة ساغ دي بيتساوي 6 مليار يبقى المفروض يتوفر عندي كم مليار 12 مليار فين 12 مليار مش موجودة دعم زاد بيزيد من كل سنة عايز أقول لك يعني أنا عامله علشان تقول لي السنة اللي جاي أنا حققت نجاحا وهو فعلا الدعم أو الجزء المخصص من الدعم في هذه المنظومة انكمش لك لكن زاد زاد الدعم وال12 دي راحت فين بتتسوى إزاي احنا قدام إشكاليات كبيرة محتاجين مع وعد نتعاوم فيها محتاجين نبني بلدنا بلدنا دي محتاجة سواعد المخلصين صدقني بس بعد ما تقطع سواعد الفاسدين لا بص عاولي حضرتك الحاجة كل ما انت شغال وفي سواعد فاسدين بس والله والله لن نترك فاسد نمسكه بأيدينا كده إلا هنسلمه للقضاء ياخد مجراء وإحنا عندنا ثقة في معامل الشعب عندنا ثقة إن القضاء المصري هياخد مجراء وهيقتص من هؤلاء طيب في يوم لتني يوم لتني اللي هو بعد غد هتناقشوا تقرير لجنة تقصي الحقائق في مجلس النواء القضية مش الوزير زي ما حداك بتقول وخلاص يعني الوزير قدم استقالته إذا فيه مسئولية جنائية نيابة يعني بتتولى تحقيقها طب في فساد منظومة الأمح تعتقد من تاني ستوجه إليه يعني هل سنتخلص من كل الفاسدين في هذه المنظومة وهي منظومة مهمة يعني القضاء على الفساد بشكل مطلق يعني يكاد يكون استحالة لكن إحنا وضعنا آليات بمعاونة الجهاز التنفيذي وخطوات محددة نمرة واحد محاسبة المقصرين والفاسدين ومحددين يعني إحنا عندنا مثلا لجنة الاستلام الربعية عندنا إشكالية في بعض الشركات المسوقة عندنا إشكالية في بعض يعني حددنا المسئولين سواء في وزارة الزراعة أو في وزارة التومين أو منذوب الرقابة على الصدرات والوردات المسئوليات تم تحديدها بشكل دقيق سيتم إقرار هذه التوصيات بعد عرضها على مجلس النواب ثم بعد أخذ موافقة مجلس النواب سيتم إحالة الملف بأكمله إلى السيد النائب العام لاتخاذ ما يراه لحفظ حق الدولة المصرية ولحفظ أموال المصريين وعايز أقول لحضرتك أن هذا الملف وهذه القضية من أول يوم موجود على مكتب الرئيس يعني الملف ده موجود على مكتب الرئيس بكل تأكيد ويتابع بشكل يومي القضية ليست قضية فساد أفراد القضية قضية فساد منظومة محن عايزين نصلح رئيس الحكومة تقابل معي أكثر من مرة وأكد لي أن هناك جدية قال لي مفيش مسؤول مفيش مسؤول فوق المحاسبة ما سيتم التوصل إليه إحنا جدين لأن زي بقول لحضرتك يعني الفساد والإرهاب أحد العوامل العاملين أثروا على الاقتصاد المصري بشكل قوي والفساد مش من النهاردة من 30-40 سنة الوراء طيب أنتوا سجلتوا كل الوقائع صوت وصورة يعني في تسجيلات كل ما يتعلق بفساد صوامع القمح سجلتوا وفقتوا بكل تأكيد بالصوت والصورة وبالإقرارات ووجدنا تعاون من كل من أتى إلى اللجنة ليدلي بشهادته وكل من استدعيناه ليقول رأيه في هذا الأمر طيب فساد الصوامع بالشكل بعد تأغير لجنة تقصي الحقائق هنا بقى هيبقى فيه مسألة جنائية يعني كل من تورط في الفساد سيقدم للمحاكمة هذا ما سيحدده النائب العام عقب تحويل المسندات بعد موافقة مجلس النواب على ذلك طيب وانتوا فيه التأرير هنا التوصيات اللي اطلعتوا بيه يعني النتيجة النهائية هل تحمل إدانة هل تحمل إدانة لوزير التموين صحيح حدق بتقول يعني بموجب أخلاء الفرسان الرجل لما يستقيد لكن القضية لسه مستمرة فيما يتعلق بالفساد ده هل تحمل إدانة واضحة لوزير التموين بكل تأكيد هناك يعني أشياء كثيرة يتحملها يتحملها السيد وزير التموين السابق في هذه المنظومة في هذه المنظومة وجدتم عدد الذين يحتكرون هذا الكطاع يهيمنون عليه يعدوا على أصابع اليد الواحدة وهي منظومة منظومة الحصر لقينة هنا لقينة زيه هنا شبكة شغالة يعني شغالين بنفس بيسموا الكاتالوج وعايز أقول لحضرتك حاجة هم استغلوا بعض الصغارات اللي موجودة واستغلوا ضعف بعض الأجهزة الرقبية داخل وزارة التموين التي لم تتابع ولم تنفذ التعليمات ولم تطبق مجاءة من توصيات وتعليمات وضوابط يعني على سبيل المثال لما يبقى عندنا ساعات تخزينية وأنا ما استخدمش منها 29% أو 30% وألجأ للقطاع الخاص مع العلم إن القطاع الخاص فيما يخص الصوامع إحنا محتاجينه لأن دي مراكز تخزين تنطبق عليها الشروط الصحية والشروط السليمة لأن الساعات التخزينية للدولة غير كافية لكن إنت لجأت لشوان ترابية وشوان إسمنتية في بعض المراكز وإنت عندك ساعات تخزينية وصوامع يعني أنا عندي صوامع حكومية وسايبها يعني أنا أفهم إن أنا أكمل مع القطاع الخاص لما يبقى قدراتي انتهت لكن إنت عندك الصوامع وسايبها وما بتشتغلش عايز أوضح حاجة برضو إحنا عندنا ثلاث أنواع من مراكز التخزين في صوامع في بناكر في شوان الصوامع أنا محتاجة استثمارات الصوامع في القطاع الخاص أنا محتاجة كساعات تخزينية البناكر محتاجة بعد ما خلص الساعات التخزينية بتاع الدولة بعد ما تمتلق الساعات التخزينية بتاع الدولة الشوان الترابية والشوان الإسمنتية اللي هي بعيدة عن رقابتي وفي القطاع الخاص لا هذا أمر غير مقبول لأن المشهد اللي إحنا شفناه في تخزين الأقناع في هذه الشوان أعتقد له أضرار صحية كبيرة على صحة المواطن المصري يبقى مش ضرر اقتصادي وضرر صحي هذا أمر غير مقبول مش نزيف فلوس بس ده كمان إحنا ممكن نموت الناس صحي إزاي يعني تخزين القمح بيتم بطرق تؤدي إلى إيزاء الناس صحية معرض للأتربة ومعرض للحشرات وبشكل يعني غيره صحي بالمرة وجدنا سوس وجدنا الأمر يعني إحنا لدينا بعض النتائج لعينات كثيرة يعني غير مطابقة للموصفات وغيره صالحة للاستهلاك الأدم يعني مش فساد مادي مالي بس لا كمان إيزاء صحي للمواطنين طيب هطلع فصل وحيبقى فيه أسئلة لسه سوس مجد متعلقة كمان بإذا أنا حطيت إيدي على هذا الفساد يعني وحيبقى السؤال طب تعتقد السنة اللي جاية أي حد بشتغل في هذا القطاع هيخاف هيخاف إنه يبقى فيه فساد فيه بمعنى إنه إنه هذا التقرير هيلاحق ومش هيلاحقه بس لا كمان هيضع توصيات تمكن من إنه ما يبقاش فساد فيه فساد تاني في هذا القطاع أو على الأقل يعني الفساد إذا ظل موجودا لكن أقدر أكشفه يعني إذا حدث هستطيع إن أنا أكشفه هنشوف ده بعد الفصل وحنكمل معاكو خاصة زي ما بقول لكم مجلس النواب حيناقش ده يوم الاتنين القادم وزير التموين استقال أو أقيلة بطعم الاستقالة لكن القضية لم تنتهي فساد منظومة القمح يعني فساد بلعب فيه قوت الشعب وقوت الغلابة لا يجب التسامح بشأنه أبدا